بسم الله الرحمن الرحيم معكم مهندس محمد يوسف فيديو جديد في كورس اليمبيد السيستم في الفيديو اللي فات احنا شرحنا الانواع المختلفة للسيفن سيجمنت وعملنا تجربة وصلنا فيها سيفن سيجمنت واحدة مع الكنترولر وعملنا الكود اللي يعد من الزيلو لغاية التسعة في الفيديو ده احنا هنتعرف زي نتعامل مع اثنين سيفن سيجمنت وحنعمل تجربة باستخدام الاثنين سيفن سيجمنت نخليها تعدي من الواحد لغاية التسعة وتسعين في اكتر من طريقة مستخدمة في توصيل اكتر من سيفن سيجمنت مع الكنترولر هنشتغل منهم في الفيديو ده الطريقة الاولانية وهي باستخدام الترانزيستر وفي طريقة تانية هنخلىها للفيديو الجاي ان شاء الله باستخدام الشفت ريزيستر الفيديو برعاية شركة جيالي سي بي سي بي الشركة بتقدم لك مقموعة من الخدمات عشان تقدر تنفس البوردة بتاعتك في اقل وقت وباقل تكلفها الخدمة الاولانية من خلالها بقدر اسمم البي سي بي الخدمة دي مجانية الخدمة التانية اللي بتقدمها الشركة هي مكتبة المكونات السطحية او من خلالها الشركة بتوفر لك اكتر من 200000 تقدر تستخدمهم عندك في التصميم بتاعك وطبعا ده كل عشان يقلل الوقت بتاع التنفيذ والتكلفة وطبعا تقدر توصل للمكونات دي اسناء التصميم من خلال برنامج ده الخدمة اللي بعد كده خدم التجميع المكونات السطحية او SMT assembly. من خلالها بتقدر تصنع الPCB وتجمع عليها كمان المكونات بنعمل ادل بخاص بالدزاين بتاعنا. بعد كده بننزل لتحت لغاية على اليمين بنلاقي فيه اختيار بنفعله عشان نقدر نجمع المكونات على الPCB بعد كده بنقول له confirm. الخدمة الاخيرة اللي هي 3D printing دي من خلالها بقدر اعمل enclosure للمكون بتاعي او الPCB بتاعتي. في بعض الدوائر اللي بتحتاج اكتر من seven segment واحدة. زي الدوائر اللي بتعرض لدرجة الحرارة او الرتوبة. الدوائر اللي بتعرض للوقت. اه الدوائر بتاعة الاعدادات. واحنا اخدنا فيه الفيديو اللي فات ان seven segment بتحتاج على الاقل لسبعة بن من البنات بتاعة الكنترولر. فتخابب بقى احنا هنحط اتنين seven segment تعال قال محتاجين اربعتاشر بن. اه اه لو كل seven segment واحدة تحتاج بورت بقى احنا عايزين اتنين بورت. هخصصهم ليه الاثنين seven segment. لو حبيت تزاود عن اتنين seven segment. فاضرب بقى السبعة في مثلا في ثلاثة افاربعة فالبنات حتزيد والبورتات حتزيد. وطبعا ده يعتبر تصميم غير عملي ما اقدرش استخدمه في تصميم الدوائر. ففي عدة طرق من خلالها بقدر اوفر في استخدام البنات والبورتات بتاعة الكنترولر في ان اتعامل مع اكتر من seven segment وبستخدم بورت واحد بنفس عرض البنات اللي هم السبعة بين. اول طريقة اسمها ودي بعملها بالهاردوير باستخدام والطريقة دي بتعتمد على توزيع. زمن تشغيل seven segment لكل واحدة. بمعنى. اه حاجة مسلا الرقم اللي شايفينه قدامنا ده رقم تسعين. بتعرض على اتنين seven segment. فحاجة حدي شوية وقت لل seven segment بتاعة الاحد انها تعرض لي الرقم zero فبخليها on وبخلي seven segment بتاعة العشرات اف. فيبان لي الرقم zero لفترة زمنية. بعد كده اروح طافي ال seven segment بتاع خانة الاحد فينطف الرقم zero. وشغل بتاعة خانة العشرات فيزهر لي الرقم تسع. فده بيعتبر تأسيم لوقت العرض. الكلام ده بتردد بسرعة عالية بحيث ان العين ما تلاحص عملية الف بتاعة السيفن سيجمنت. وده بيبقى مايقلش التردد بتاعه عن خمسين هرتز في الثانية. تعالي مفتكر الدايرة اللي احنا عمل لها في الفيديو اللي فات الخاصة بال seven segment. ونشوف ازاي نعدل عليها بحيث ان احنا نعمل النظرية دي او الفكرة دي. المرة اللي فاتت احنا كنا نشغالين على ال port B. وكنا مستخدمين البنات من رقم zero لغاية الرقم ستة سبعة بن ما نوصلينهم بالسبعة بن اللي موجودين على seven segment من الا لغاية الجي. اللي كان بيحصل انها كنت بطلع اشارات اللي هو اللي هو على البنات بتاعته الكنترولر. تقصل ليه seven segment وتشغلها. فكانت seven segment على طول متصلة بالبنات وشغلها معاها. البنات اللي يطلع عليها يوصل ليه seven segment يطلع عليه لو يوصل لل seven segment. في بقى هنا نقطة مهمة لازم تلاحظها كويس لان دي اللي هتختص به التعديل بتاع الدايرة. احنا كان عندنا ال seven segment دي كانت من نوع common cathode. فكنا بناخد الجراوند بتاع ال seven segment وبينوصله بيه الجراوند بتاع البورد. هتعانشو بقى التعديل الجديد اللي احنا هعمله على الدايرة عشان يشغل اثنين seven segment مع الترانزاستور. في البداية انت هتلاحظ الاوجه المشتركة ما بين الدايرة دي والدايرة اللي فاتت. فاحنا هنشتغل برضو على نفس البورد اللي هي بورد بي حنوصل بنات من zero لغاية ستة. مع المقاومات اللي كنا حسبناها المرة اللي فاتت مع البنات بتاعت ال seven segment الاولانية كانت من 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 ال اي لغاية جي. طيب. هنجي نعمل ايه بقى? هنجيب seven segment تانية. وهنوصل النقطة ايه مع النقطة ايه والنقطة بي بتاعت ال seven segment التانية مع النقطة بي بتاعت ال seven segment الاولانية. وهكذا مع بقية النقط. طيب كده الاشارة اللي هتخرج من اي بن هتوصل للطرفين. الطرف اللي موجود على ال seven segment الاولانية والطرف اللي موجود على ال seven segment التانية برضو في نفس الوقت. فلما طلع هنا هاي يبقى اللي اتنين حيوصلهم على الاطراف بتاعهم هاي. ولو طلعت له برضو اللي اتنين حيوصلهم له في نفس الوقت. الجزئية الجديدة بقى اللي احنا ضفناها واللي هتقول انه seven segment تتعامل مع الاشارة اللي جاية وتعرضها عنها عندها على الشاشة. هي الترونزستور. خلي بالك احنا اخدنا هنا او ال ground بتاع موصلناه مباشرة مع زي ما كلنا عملنا في الدايرة اللي فاتت. احنا لو بصينا هنا كده في الدايرة اللي فاتت كنا اخدنا بنو ووصلناه مباشرة مع ال ground فكرة اي اشارة حتيجي حتكمل مصارها في الدايرة عادي فالضايود اللي جوه seven segment ينور. انما في الدايرة ديت احنا حطناها على transistor. فلو الترونزستور ده في وضع ان معنى كده ان الطيار هيطلع من ال common cathode بين الخاص بال seven segment ويعدي من خلال الترونزستور ويكمل المصار في الدايرة لغاية تم يوصل له ground. ففي الحالة دي اللد اللي موجود على seven segment يضيق او السيجمنت الخاصة به الطرف اللي جايله الاشارة يضيق. لو الترونزستور ده اوف ففي الحالة دي مفيش طيار هيطلع من common cathode بين اللي موجود على seven segment وفي الحالة دي اللد او السيجمنت بتاع seven segment ما يشتغلش ويبقى مطفي. طيب انا عندي هنا ترونزستور لل seven segment الاولانية والترونزستور لل seven segment التانية. كل ترونزستور من دول هيبقى لي بيز. كل بيز متصلة ببن موجود على الكنترولر. زي ما احنا شايفين البيز بتاع الترونزستور الاولاني متصل على البن التاني في البرت ايه. والترونزستور التاني البيز بتاعته متصلة على البن التالت في البرت ايه. لو انا حبيت اشغل السيجمنت الاولانية فلازم الترونزستور ده يبقى on. وفي الحالة دي حط في السيجمنت سيجمنت التانية يبقى اخلي الترونزستور ده اوف. هيتم التحكم في الاتنين ترونزستور من خلال البنات. هاجي على البن التاني في البرت ايه. وطلع عليه اشارة هاي. ففي الحالة دي البيز يوصل له هاي. فالترونزستور يبقى on والسيجمنت دي هي اللي تعرض لي الرقم اللي خارج من البرت. بينما هطلع على البن تلاتة في البرت ايه اشارة له. ففي الحالة دي البيز يبقى عليه له. والترونزستور يبقى off. والسيجمنت تبقى مطفية. حبيت اعمل العكس اني اطفي السيجمنت الاولانية واشغل السيجمنت التانية. بحيس انها تعرض للرقم الخارج من البرت بي. يبقى حاجة على البن التاني في البرت ايه. وطلع عليه اشارة له. البيز يبقى عليه له. فالترونزستور بتاعه يبقى off. وهنا بحط اشارة بعكسة. يبقى ايه ثلاثة. هطلع عليها high. البيز يبقى high. والترونزستور هنا يبقى on. فيشغل السيجمنت التحتانية. والسيجمنت الفقانية تبقى مطفية. فعلى سبيل المثال لو احنا حبينا نعرض على الاتنين سيجمنت دول الرقم خمستاشر. فعندك خانة الاحد حيبقى فيها خمسة وخانة العشرات حيبقى فيها واحد. فانا هفترض ان السيجمنت التحتانية دي هي خانة الاحد اللي المفروض اعرض عليها الرقم خمسة. والسيجمنت الفقانية هي خانة العشرات اللي المفروض اعرض عليها الرقم واحد. فانا عاوز هنا اجي اطلع على البرت بي الرقم خمسة. فلما اطلع على البرت بي الرقم خمسة يبقى لازم السيجمنت الفقانية بتاعت خانة العشرات تكون مطفية. يبقى هطلع على البيز بتاع الترونزستور اللي متصل به الـ A2 Low وطلع على الـ Base بتاع الترانزيستور اللي متصل به الـ A3 High ففي الحالات دي كده أنا بشغل السيفن سيجمانت بتاع خانة الأحد فهتستقبل لي الرقم اللي جاي اللي هو رقم خمسة وتعرضه لي بينما أنا هنا بطفي السيفن سيجمانت بتاع خانة العشرات فالرقم اللي جاي على البنات بتاعتها مش هيتعرض نظر أني قاطع الدايرة من خلال الـ F بتاع الترانزيستور فأنا كده بعرض الرقم خمسة لفترة زمانية صغيرة بعد كده روحته في الترانزيستور بتاع خانة الأحد ومشغل الترانزيستور بتاع خانة العشرات من خلال البنات A2 و A3 وبدل ما كنتم طلع على الـ PortB الرقم خمسة هتطلع على الـ PortB الرقم واحد فيصل الرقم واحد ليه البنات بتاع الـ 2 سيفن سيجمانت هيلاء السيفن سيجمانت دي مطفية لأن فيه عندي أف هنا في الترانزيستور فالطيار ما يعديش بقى فيه أطعف الدائرة فالسيفن سيجمانت تبقى مطفية بينما في السيفن سيجمانت الأولانية هنا فيه ON من خلال الترانزيستور فالطيار يعدي فالدايرة تشتغل والسيفن سيجمانت تعرض للرقم واحد ده برضه هيبقى لفترة زمانية صغيرة بعد كده هروح قافل السيفن سيجمانت بتاع خانة العشرات ومشغل السيفن سيجمانت بتاع خانة الأحد في وضع يكون عليه البورت مطلع للرقم خمسة وبقرر الموضوع ده كذا مرة وراء بعض بمعدل ما يقلش عن خمسين مرة في الثانية وفي الحالة دي لما العين تيجي تشوف الاثنين سيفن سيجمانت هتفتكر انهم شغالين في نفس الوقت لانها مش هتلاحظ الوف بتاع السيفن سيجمانت ده كده مخطط الدايرة اللي احنا هننفزه في التجربة ديت وده المكونات اللي احنا هنستخدمها التيفا سي لانش باد وحنحتاج اثنين كومون كاثود سيفن سيجمانت وطبعا المكونات اللي احنا كنا حسبناها المرة اللي فاتت نفس العدد مش هنغيره اثنين وعشرين اا اوم اا في سبعة وحنحتاج كمان مقاومتين واحد كيلو اوم لكل ترانزيستور وحنحتاج ترانزيستور ان بي ان ممكن تستخدم النوع اا اثنين ان اربع اثنانات او اي اا مكافئ لي وطبعا شوية سلوك ميل في ميل حوالي عشرة خلي بالك من نقطة مهمة ان احنا القيم بتاعت المقاومات دي احنا حسبناها المرة اللي فاتت ووضحنا الحسابات دي كانت مستندة على ايه فما ينفعش تجيب مقاومات اقل من القيم دي عشان البرت بتاعتك ما تتحرقش عشان ما نسحبش طيار اعلى من اللازم المتين وعشرين دي ممكن تزيد لكن مش ممكن تقل اا فانت كل ما هتزود كل ما الاضاءة بتاعت السيفن سيجمانت هتقل شوية اا التلتمية وثلاثين برضو مقبولة يعني ممكن تحط بدل المتين وعشرين تحط تلتمية وثلاثين الاضاءة برضو هتكون كويسة لكن ما تقلش عن المتين وعشرين الصورة دي بتوضح توصيل الدايرة على التستبرد عشان لو حد حب ينفزها والصورة دي بتوضح توصيل الدايرة الفعلية هنا اتنين سيفن سيجمانت واثنين ترانزيستور وفوق هنا مجموعة المقاومات ودي الدايرة أثناء التشغيل ودي الصورة بتوضح لي الرقم أكترينها نمضل مديني عشان الأرقام تباني دعا نشوف بقى الكود بتاع الدايرة الكود ده هو يعتبر تعديل على الكود اللي فات يعني هو نفس الشرح بتاع الكود اللي فات بس حنزود عليه بعض الإضافات فحضرتك لازم تكون تابعت معايا ايه الفيديو اللي فات ويستحسن طبعا انك تكون متابع الكورس من بدايته وبالترتيب عشان الكورس بيبقى مبني على بعضه طبعا حضرتك يا عمه لو انت كنت تكتب الكود قبل كده هتعدي على الكود اللي فات او تفتح برجكت جديد وتكتب فيه الكود من البداية في البداية خالص احنا بنضمن ملفات الهدر الملفات ديت اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت هي هيها مش هتتغير فكل ملف بيعمل ايه و بنستخدمه ليه ده احنا قلناه المرة اللي فاتت بعد كده حنيجي نعرف مجموعة الثوابت اللي احنا نشتغل بها داخل الكود اول حاجة الديجيت بورت و الديجيت بينز والسي السي تي ال برف ديجيت بورت ده برضو احنا شرحناه المرة اللي فاتت وده كان بيتكلم عن البورت اللي احنا هنستخدمها لو كان سناقلنا احنا نشتغل على البورت بيه والبينز مجموعة البنات اللي احنا هنتعامل معها من البن رقم زيرو لغاية البن رقم ستة وaker الادرس الذي نستفيده على تفعيل ونعيبه البريفرال او البرت بي من اول هذا مجموعة سوابت جديدة حاجتها للبرجيكت اللي نستخدم عليه هذا كان سوابت في الدائرة الأفضل دعنا نرى التعديل الذي نضيفه هنا الان سنتعامل مع بورت ا كما وضحنا هنا في المخطط سنعمل على البن الثاني في البورت ا و البن الثالث البن الثاني ده هستخدمه عشان يتحكم في الترانزيستور بتاع خانة العشرات والبن الثالث هستخدمه عشان يتحكم في الترانزيستور بتاع خانة الأحاد فهنا دلوقتي المفروض أعرف ثلاث سوابت ثابت أعرف فيه الأدرس بتاع البرت اللي أنا هشتغل عليها اللي هي البرت إيه ثابت أعرف فيه البن اللي أنا هتعامل معاه لخانة العشرات وثابت أعرف عليه البن اللي أنا هتعامل معاه لخانة الأحاد ده اللي احنا هنعمله هنا في الكود فانا هعرف السابت الاولاني اللي هو ديجيت يونت بورت ده هحطه فيه الادرس بتاع البرت اي الادرس بتاع البرت اي ده عبارة برضو عن سابت ده موجود في الاكواد بتاعة التيفا وير واللي كلمنا عنها قبل كده زي الادرس اللي احنا جبناه بتاع البرت بي فهو هيبقى نفس السابت بس حرف البي عن حط مكان وحرف البي طبعا الكلام ده احنا قلناه تكرارا قبل كده فبا كده اخدت الادرس بتاع البرت اي وحطيته في السابت اللي انا عرفته اللي هو ديجيت يونت بورت بعد كده هعمل سابت تاني عشان اعرف البن اللي هيشغال لي السيفن سيجمانت بتاع خائنة العشرات اللي هو ديجيت تينز بن ده هحط فيه البن اللي انا عايز اتعامل معه طيب احنا دلوقتي هنتعامل معه ال اي اتنين زي ما كان موضح هنا على الرسم ال اي اتنين ده اللي انا هستخدمه في التحكم في خائنة العشرات فال اي اتنين ده يعتبر البن رقم تلاتة في البيت انا عندك كده البت الاولاني زيرو واحد اتنين فده هو كده اي اتنين فانا هحط فيه واحد فانا ممكن باخد القيمة السنائية زي ما قلنا برضو المرة اللي فاتت واكتبها هنا او استخدمها بالهكسل اسمال وعرفنا زي المرة اللي فاتت نحاول من السنائة للهكسل اسمال باستخدام الال حسب اللي موجودة على الويندوز اوبراتنج سيستم اللي انت شغال عليه طيب بعد كده هحدد برضو البن اللي انا هشتغل معه لخائنة الاحد اللي هو ايه ثلاثة يبقى كده البت الاولاني البت زيرو البت واحد البت اتنين البت تلاتة بقى ده هو ايه ثلاثة هحط فيه القيمة واحد عشان اقدر اتعامل معه وخزن القيمة دي سواء كانت بايناري او اكسل اسمال في ثابت انا سميته ديجيت وانس بن يبقى كده ده البن بتاع خائنة الاحد وده برضو البن بتاع خائنة العشرات طيب احنا في الكود قلنا احنا نحتاج نتعامل مع البرت ايه فاحنا عرفنا لها ثابت هنحتاج نتعامل مع البن ايه اتنين لوحده فعرفنا له ثابت وهنحتاج نتعامل مع الايه ثلاثة لوحده فعرفنا له ثابت هنحتاج برضو ان احنا نتعامل مع البنات اللي حشتغل عليها على البرت ايه مع بعض اللي هي اتنين و ايه ثلاثة فبعرف ثابت جديد بقوله digit unit bins يبقى digit unit bins ده ثابت انا بخزن فيه البنات اللي هشتغل عليها في البرت ايه ممكن بدل ما اعمل ثابت جديد واحتاج ان انا احدد البنات اللي انا هشتغل اه عليها في البرت ايه فبدل ما اعمل اللي الثابت وحطوله القيم دي انا ممكن اخذ الاثنين ثابت دولت اللي هو الخاص بيه الاثنين والا ثلاثة واعمل لهم اور مع بعض يعني لما حب اوصل للاثنين بين دول مع بعض يبقى حقوله digit tens bin اور digit ones bin او ان انا استخدم السابت ده على طول بعمل ثابت جديد وحط فيه البنات اللي انا عايز اتعامل معها انت لو حصت لو انت جت عملت اور للكنتين السنائتين دول هيبقى الواحد اور zero حيديك واحد والزير اور واحد حيديك واحد فالطريقة اللي تريحك ايه اشتغل بها وزي ما عرفنا فوق ثابت عشان من خلاله اقدر افعل البورت بيه هنعرق برضو ثابت تحت نقدر من خلاله نفعل البورت ايه فسميته sis ctl peripheral digit units اليونس دي بتشير الى ان البورت ايه ايه اللي هتتحكم في الوحدات بعد كده نزل نكمل بقية الكود المصفوفه دي احنا اتكلمنا عنها البردو المرة اللي فاتت دي اللي بنخزن فيها القيم من الزيرو لغاية التسعة اللي المفروض هنطلحها على البورت بيه عشان تتعرض على السيفن سيجمانت وكنا سمناها سي سي كود وقلنا بنحط قابليها كلمة كونست عشان تتخزن على الفلاش ميموري مش الرامات بتاعة الكنترولر بعد كده احنا محتاجين متغير نخزن في قيمة الاحد بتاعة الرقم ومتغير تاني نخزن في قيمة العشرات بتاعة الرقم اللي هيتم عرضه على الشاشة بتاعة السيفن سيجمانت فانت ممكن تعمل فانت ممكن تعمل عن ساميه مثلا وطيب بتاعة بانسايند انتجر تمانية بت وفاريابل تاني عن ساميه وهاي برضو الطيب بتاعه انسايند انتجر تمانية بت وتخزن فيهم القيم بس انا هنا في الكوب بتاعي احامل user data type جديدة باستخدام structure طبعا الكلام ده انا شرحته في كورس السي فلو ما عندكش فكرة عنه حاجة من الاتنين يعامة تستخدم الفاريابلز العادية يعامة ترجع لكورس السي بتاعي وتشوف الفيديو الخاص بال structure طيب هقوله ايه بقى طيب ديف وافتح واقوله الممبر الاولاني هيبقى والطيب بتاعه والممبر التاني هيبقى والطيب بتاعه وفي الاخر بحدد اسم للطيب الجديد ده اللي انا انشأته بسميه digit units بعد كده بعمل variable جديد بسميه units values ده اللي هيتخزن فيه القيم بتاعة الاحد والعشرات بتاعة الرقم اللي انا عايز اعرضه على 7 segments والطيب بتاع ال variable ده هيبقى هو الطيب الجديد اللي عملناه بالstruct اللي هو digit units وبحط في كل ممبر من الممبر بتاعة القيمة 0 يبقى اليونسي values دلوقتي بتحتوي على القيمة 0 0 لخانة الاحد و 0 لخانة العشرات بعد كده هنكمل الكود هتلاقي فيه البروتوطيب بتاعة الست كلوك 80 دي احنا شرحناها المرة اللي فاتت وقالنا لنا نستخدمها عشان اضبط الكلوك بتاعة الكنترولر على 80 ميجا هيرتز و برضه البروتوطيب بتاع دي هي digit port to config دي شرحناها المرة اللي فاتت وقالنا لنا نستخدمها عشان نعمل الاعدادات والتهيئة بتاعة البروتوطي بي اللي انا هتطلع عليها الارقام اللي اعتذار لي على 7 segment احنا هنضيف بقى بعض الفونكشن الجديدة اللي هي digit unit config ودي هي المسؤولة عن تحييئة واعداد البروت اللي هتتحكم في الان والوف لل7 segment وبعد كده هنعرف كمان فونكشن تانية اسمها number split دي وظيفتها انها تخلق الرقم اللي جاي من اللوب اللي كنا عملناها المرة اللي فاتت اللي بقى حيعد المرات من 0 إلى 99 وتحدد لي فين رقم الاحد عشان تبعته لي على البروتوطي بي او فين رقم العشرات عشان تبعته على البروتوطي بي يبقى دي وظيفة number split انها تقسم لي الرقم اللي جاي لها الى اتنين ديجيت واحد احد وواحد عشرات الفونكشن الثالثة اللي احنا هنعملها اللي هي اسمها segment display الغلد منها انها تظهر لي الرقم على seven segment تعالي بقى نشوف المين هيكتب في ايه احنا بعد ما نخلص شرح المين هنرجع نشرح الفونكشن الجديدة اللي احنا اتكلمنا عنها نعرف متغير سميه كوانتر الطيب بتاع وانساند انتجر تمانية بيت ده اللي هيعد من الزيرو لغاية التسعة وتسعين وانا هستخدمه في الفورلوب بعد كده هعمل استدعاء وانادي على الفونكشن اللي اسمها set clock 80 عشان اضبط الكلوك بتاعت الكنترولر بعد كده اعمل اعداد وتهيئة للبورت بي فمستدعي الفونكشن اللي اسمها digit.port.config وعمل لها enable بعد كده عاوزين نعمل enable واعداد وتهيئة للبورت ايه اللي انا هتعمل معها عشان تتعاكمل في الترانزيستر فهستدعي الفونكشن اللي اسمها digit.unit.config بعد كده بتبقى البرتات والبنات جاهزة عشان ابدأ اطلع عليها الاشراءة القربية اللي انا عاوز اطلعها هيبقى جوة الويلوب زي المرة اللي فات برضو في نفس الكود هنيجي نقول for counter بتزاوي 0 counter اقل من 100 المرة اللي فات كنا عاملينها 10 كان العد على digit 1 سيفن سيجمانت واحدة من 0 لتسعة فاحنا هنحط اطنين سيفن سيجمانت هيعده لغاية 99 فانا هقول له 0 لغاية الاقل من 100 اللي هو التسعة وتسعين وكل مرة هيزود لي في العد واحد طيب اول حاجة عايزين نعملها ان احنا هناخد الرقم اللي جاي لنا دوت من المتغير اللي اسمه كاوينتر والروح نفصله هنخلي بتاع الاحد متغير لوحده والدجت بتاع العشرات في متغير لوحده نحط المتغيرات دي فين ده في الطابق الجديد اللي كنا انشأناه بال اللي احنا هنخزن من خلال نومبر سبلت الديجت بتاع خانتي الاحد في اليونتس وحط هنا قيمة الاحد والرقم او الديجت الخاص برقم العشرات او خانة العشرات احط هنا في اليونتس في المكان المخصص او المنبر الخاص برقم العشرات يبقى انا كده خزنت الاحد والعشرات في المتغير اللي اسمه يونتس ده امتى بعد ما انا بستدعي اللي اسمها نمبر سبلت يبقى وظيفة النامبر سبلت دي هتخدلي الرقم اللي داخل جواها وتقسمه الاثنين ديجت وتخزنهم لي في المنبرز بتاعت الاستراكتشار اللي انا كنت انشأته بعد كده السيجمنت دي الوظيفة بتاعتها انها تاخد بقى الرقم الاولاني بتاع خانة الاحد وتطلعه على بورت بي عشان يتعرض على السيجمنت الاولاني وبعد فترة تروح طفية وتروح مشغلة السيجمنت التانية وتطلع لي الرقم على بورت بي عشان يظهر لي الرقم بالاخانة العشرات على السيجمنت التانية الفونكشن سيجمنت تسبيلي هي اللي هتقوم لي بالكلام دي طب هتجيب الارقام منين من خلال انها هتروح تجيبها من المتغير اللي انا بكبردو كنتم معرف اللي هو اليونتس فاليوس عشان كده لازم يكون اليونتس فاليوس ده بحيث ان الدوال اللي تقدر توصله ايه الدوال اللي عندي اللي هتقدر توصله انا محتاج هنا لدلتين الدلالة number split هتوصله عشان تخزن فيه الاحد والعشرات والدلالة اسمها segment display عشان تاخد منه او تقرأ منه القيم اللي متخزنه في الاحد والعشرات وتعرضها لي عندي او تخرجها لي على البرت بيه طبعا الكلام ده بيتكرر من الزيرو لغاية التسعة وتسعين بعد كده بطلع بره الفورلوب وبلاقي الويل بيرجع يتكرر تاني من البداية من الزيرو لتسعة وتسعين ويستمر التنفيذ طالما كد تمشغل الدايرة احنا كده داخلين عن نص ساعة تقريبا فان شاء الله الفيديو الجاي نكمل بقيته الكود ما تنساش تنزل الماتيريا الخاصة بالمحاضرة الرابط بتاعها موجود على الشاشة قدامك وحتلاقيه موجود تحت في الوصف في التسكريبشن بوكس هتلاقي فيها الاكواد اللي احنا بنشرحها في الفيديو مخطط الدايرة وتجميحها على التستوبورد بالاضافة الى الباوربوينت في صيغة بي دي اف شكرا جزيلا